السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخباركم ايه النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم على احنا نشتري دهب ولا ايه تجربت انا في الدهب انا شخصيا هقولوكو عليها ويعني ايه ان احنا مسلا لما يكون عايزين معنا فلوس وعايزين نعينها انعينها في الدهب ولا نعينها في الدولار ولا نعينها في ايه خليكم معنا ان شاء الله يعني مش هتطول معاكم في الفيديو هختصر الفيديو على قد ما اقدر لان هو الموضوع كبير اصلا تمام اول حاج هنبدأ على طول في الكلام على طول اول حاج النهاردة هو انت شوف الجنيه الدهب شوف الجنيه 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 المصري كم بكم جنيه دهب في فترة معينة من الزمان احنا هنقول الجنيه الدهب كم بجنيه دهب الجنيه المصري الجنيه الورق الجنيه الجنيه المصري كم بجنيه دهب الجنيه دهب النهاردة ب10800 تمام ادي اول نقطة يعني شوف انت شوف الرقم قديه يعني انت مثلا لو كان معك عشرة جنيه شوفه كان يبقى عشر جنيها دهب فعشر تلاف بقى مئة الف تمام دي اول حاجة كمان هل الدهب هو الملازي الامن ايه الدهب الملازي الامن ما انا قلتلك انا الجملة اللي انا قلتها دي دي ديت لوحدها تفسرلك الموضوع الاساسي اللي احنا هنتكلم في دلوقت خلاص طيب هنخش بقى على قضية صعود وهبط واسعار ده اصبحت يعني دي مسائل عادية من هو هو مثلا بيوصل وحسب الاحداث العالمية يعني الصعود والنزول ده حسب الاحداث العالمية في مشكلة في المكان ده في حرب مثلا في ايه مكان يديه تخليك ان انت الناس تقوم تجري تشتري الدهب وتعينه علشان هو ده لانه هو فعلا الملازي الامن الملازي الامن اللي انت تخليه وتعينه للدهب عندك تاني حاجة الدهب بتحرك طبعا لازم يتحرك هو لازم صعود وهبط بس في المت معينة مثلا هو وصل النهاردة الدهب الاربعة وعشرين النهاردة يا جماعة بكامل الدهب الاربعة وعشرين بالف وربعمائة جنيه والدهب الواحد وعشرين اللي هو اقصر تداولا للناس بتشتريه عشان العرائس والكلام ده بالف انا عايز اقول ان الجنيه الدهب النهاردة بعشر تلاف الدهب العياغ اللي اربعة وعشرين سعره النهاردة الف ورعمائة جنيه خلاص واحسن هل انت تشتري الدهب الاربعة وعشرين للواحد وعشرين السبايك اللي هي اللي مكتوب عليها تلت تسعات ضد تسعة دي سبايك تقريبا امريكية ومستوردة ودي ما بقاش فيها شوايب خالص فده اعتقد ان هي ما علياش اصلا عمولة يعني العمولة بتاعتها قليلة جدا او الدمغة او الضريبة اللي بيقولوا عليها بتبقى قليلة جدا عليك ما بتحطش عليك فلوس كتير وانت فمتخسرش وانت بتبيع وانت بتشتري طيب عايزين بقى ان نخش بقى على يعني عايز اعمل نبزة كده معلش انا اراها يعني بقول لك قضية صعود وهبوط اصار الدهب اصبحت من المسائل العادية في عالم اليوم فسار هذا المعدل النفيس يتحرك في اليوم الواحد مما يخلق توطر لدى العديد من المؤسسات المعنية بحركة الدهب ويطرح الكثير من الاسئلة في اجندات البائع والمستالك على السواء تاريخ الدهب في الحضارات الاديمة من اشهر الروايات التاريخية عن اول ظهور للدهب في تاريخ البشرين في كهوف العصر الحجر الاديم والتي يعود تاريخها الى 40 الف سنة قبل الميلاد وكانت على شكل رقائق ثم في حضارة مصر الاديمة طبعا الفراعنة كانوا بيطلوا التماثيل اللي بعملوها ديات بيطلوها بالدهب والاهمات نفسها انا عندي معلومة انها كانت مطلية بالدهب الى حد بس يبقى وضح للكلام ذا شكل حضارة القادمة اي حوالي 3000 قبل الميلاد حيث لعب الدهب دور مهم لدى اساطير الفراعنة وكهنة المعبد وما زالت هذه اللي تهم الموسى وفي الاصار التي تركوها واشتاها رأى سكان بلاد ما بين النهارين القدماء بسيارة المجوهرات الزهبية منذ حوالي 2600 عام قبل الميلاد مما مهد الطريق لمجموعة متنوعة من الاستخدامات الجمالية والزغرفية كزينة للبشر والابنية وتعامل اليونانيون القدماء مع الزهب كرمز للمكانة الاجتماعية وشكل من اشكال المجد بين الاليها والانصاف الاليها الخالدة يمكن للبشر استخدام الدهب كعلامة على الصروة وكان الدهب ايضا احد اشكال العملة يعني كان معمول عملة يعني كان جنيه الدهب مثلا انا قلتلك هوما وكان يبقى معك جنيه دهب الجنيه مصري يبقى بجنيه دهب ما انا يتحكم في تحديد اسعار الدهب هناك من يقول يوجد ثلاث قواعة تحكم اسعار الدهب وهي القواعد التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الاسعار وهي عامل العرض والطلب يعني ما يكون المعروض كتير الاسعار هتنزل المعروض قليل الاسعار هتزيد سعر ورقية الدهب عالميا تغيرات الات تطرق على سعر العملة الامريكي اه الدولار بقى الدولار ليه دور كبير اول في موضوع الدهب ده جماعة من يعني من فترة كبيرة والدولار بيعتبر ان الدولار يعني معتبرينه كده العوامل التي تؤثر على اسعار الدهب هو الاصل المالي الاكثر شورى والاكثر جاذبية في العالم ملايين البشر حول العالم ينجذبون امام الدهب وهو معدن يملك مكانة فريدة عبر التاريخ بفضل خصائص خصائصه تاريخية طريقة تداول اليوم ايه ازاي ان الناس بتتدول الدهب النهاردة بيعملوا ايه عشان يتدولوا يعني الدهب زي الفلوس كده عدة تيارات مختلفة نقيط تقيص مدى تركيز المعدن الاصف الزهب العيار 24 هو الاكثر انواع الدهب من حيث النقاء ويعتبر زهب خالص اعزا ما انا قلتلك في اول الفيديو الدهب الاربعة وعشرين مفيش فيه اي شواء خالص خالص مخلص يعني هو دهب بس مفيش فيه حديد مفيش فيه اي معادن اي حاجة دهب عيار 22 و 21 و 18 و 14 ودهب عيار 12 ودهب عيار 9 كل نوع من انواع الدهب التانية دي كل نوع فيه نسبة معينة من الشوائب ولذلك بيقص كده هيتلاقي دهب 22 اقل بيظهر فيه الشوائب بالنسبة اقل ال 21 بالنسبة اكتر شوية من ال 22 ال 18 بيزيد شوية عن ال 21 الاريار ال 14 بيزيد اكتر ال 12 وال 9 بيزيدوا اكتر واكتر يعني يبقى فيهم شوائب اكتر واكتر طيب كمان فيه طريقة استثمار في الدهب ممكن تستثمر في البورصة تشتري دهب في البورصة نفسها ما تشتريش دهب مادة كده لا بتشتريه في البورصة يعني بتشتريه من ال اسهم اسهم في البورصة اهو الاستثمار في بورصة الدهب هذا النوع من بين الانواع المختلفة في الاستثمارات هو من الفرص التي تتسم بالروعة وذلك لانها تعمل على تداول الدهب بالسرع اليومي الخاص بالبرصة دون ان يقوم البشر بشراء ذلك الدهب يعني انت بتشتريش دهب انت بتشتري اسهم في منجم مثلا او في دهب في مكان معايه ولكن ترطب على ذلك على قيمة المالية الخاصة بالدهب بل ومن الممكن كذلك ان تتحول كل تلك السيولة المالية الى سبائك من الدهب بنفس قيمة اذا احتاج العميل الى زال يعني انت بتقول له مثلا ان انا مثلا معاي 100000 جرام دهب عيارة 24 بتشتغل بومفهم في البورصة الدهب بيطلع بينزل بيطلع بينزل انت بقى انت عايز تبيع فيه وبتسنى لما بزيد لو انت عاوي استحول الاسهم دي للدهب حقيقي هاتي يسمحلك ان انت هتحوله للدهب حقيقي مش بس ارقام في البورصة وخلاص اهو يقول لك اهو بل ومن الممكن كذلك ان تتحول كل تلك السيولة المالية الى سبائك من الدهب بنفس قيمتها اذا احتاج العميل الى ذلك ولكن العيب الخاص بهذا النوع من استثمارات الدهب هو ان هذا الشخص الذي يدخل فيه هذا الاستثمار ومن الضروري ان يكون ملم بكل امور ومجالات البورصة واسواق المال كما يمكن ان يتابع ارباحه بشكل يومي وهذه نصائح للتعامل مع شركات بيع السبائك الدهب اه انا عايزكم بقى تركزوا معايا اوها كما هنا السؤال دهو ناس كتير جدا سألون لي عليك ازاي ان انت تشتري الدهب وما يتنصبش عليك بالاخر كده ما يندهكش عليه اهو بتعمل ايه اولا لازم تروح مكان يكون مرقص يعني تروح محل او شركة تشتري منها دهب في محل في مكان يكون مرقص ومعروف معروف للناس اهو يكون يبيع سبائك الدهب مراجعة وجود ترخيص يخص بيع السبائك الذهبية جمع اكبر قدر من المعلومات عن التعاملات التابعة الى الشركة المحاولة في انتقاء اكبر الشركات التي تحمل خلفية امنة وموصوق منها عندما تقوم باستثمار ما لك في تجارة الدهب لا يجب ان تقوم بادخال كل ما لك في هذه التجارة يجب ان تكون على دراية بكل ما يدورك تحول تلك التجارة لكي تقوم بالتعامل دون خوف بعد ازايك اي تجارة في الدنيا يا جماعة اي تجارة في الدنيا لها مخاطر ولها المكسب والخسارة بتاعها بس انا انا شخصيا من التجارب انا اعتقد ان الدهب عمره ما يخص بس فيه شرط هندخل بقى في الموضوع بقى تجارة تاني بقى انت اشتريت الدهب عايزه فلوسه قمت انت عايز فلوسه بعد اسبوع لا ما تشتريش ده فلوسه بعد شهر لا لما يكون عايز فلوسه بعد دي سنة تبدأ بقى تشتري ده هتكسب فيه باذن الله يعني انت مش محتاج الفلوس دي الا بعد سنة تشتري ده محتاج الفلوس دي بعد ولو زادت عن سنة هتكسب اكتر واكتر احنا معنا سنة سنة سبعة و تسعين كان الدهب 25 جنيه الدهب النهاردة ب 1400 جنيه ب 1400 جنيه 1400 جنيه يعني 1400 جنيه يعني رقم خيالي يعني يعني شوف النهاردة الاسعار الاسعار الدهب النهاردة ال 24 دهب ال 24 بكم يا جماعة ب1403 البيع و1398 الشراء شوفت المنظر النهاردة ده كان بـ 25 سنة 98 و 97 1200 العيار الـ 21 اللي هو اهم تدولة 1228 البيع 1224 الشراء شوفوا هنا الدهب عيار اللي هو الدهب بقى الجنيه الدهب الجنيه الدهب بـ 9,824 البيع 10,820 الشراء ده طبعا وقت تسجيل الفيديو الفيديو ممكن الناس يشوفوا بعد سنة أو بعد سنتين يعني ده وقت تسجيل الفيديو النهاردة 15-1222 كمان النصة هنا بالدولار الامريكي بـ 1681 دولار البيع 1680 دولار الشراء وانا يعني معليش أنا في معلومة يعني في معلومة تانية أنا من لوعات اتكلم معكم منها البكرة مش هنخلص فيه كمان حاجة في موضوع ان انت لو عايز تشتير الدهب بقى كمان وان شاء الله برضو مكسابه حيلو مكان محترم وتشوف عنده دهب بيكون مستعمل وممكن يكون سليم ما يكونش متكسر ولا متخرب هتشتير الدهب ده بدون مصنعية يعني نوعا ما مش هيحطلك على جرام الدهب جنيه ولا خمسة جنيه اتنين جنيه انت وشطرتك وانت وعلاقتك بالناس اللي موجودة في المحل انت وشطرتك ممكن ميجيش عليه اي عمول لان العمولة دي يا جماعة اللي هما بسموها المصنعية المصنعية دي هي دية اللي بتخلي الدهب يروح في شغلانة يعني بيخسر صاحبه بيخسر صاحبه اللي بيشتير النهاردة وبيخسره فانا انا بتيقل ان انا جوبت على السؤال اللي الناس سألتني عليه واتمنى من الله ان انا كنت وفقت في الموضوع لان الموضوع كبير وممكن نتكلم فيه كمان مرة وممكن نتكلم فيه اكتر من كده ولو انت عايزين اي اسئلة برضو انا اجوبكم عليها برضو بفيديوهات باذن الله واشوفكم بخير واتمنى لكم الخير والسعادة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته